موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدنا الكرام أسعد أن أكون معكم في برنامجكم قرآني نتعرض في هذا اللقاء المبارك إلى المدني من القرآن الكريم والخصائص التي جعلها الله تبارك وتعالى فيه وقد كنا تعرضنا إلى المكي وخصائصه وفي تعريف القرآن المدني تعريفات متعددة نقتصر فيها على ثلاث ما تعلق بالمكان أو الزمان أو الطرف المخاطب فمن العلماء من عرف المدني بأنه ما نازل بالمدينة ومن العلماء من عرفه بأنه ما نزل بعد الهجرة ولو نزل في مكة فحتى تلك الآيات التي نزلت في صعيد عرفات بعد هجرته صلى الله عليه وسلم أو نزلت آيات عليه في فتح مكة فيعدونها مدنية باعتبار الزمان أي ما قبل الهجرة وما بعده وهناك من العلماء من يفرقون بين المكي والمدني باعتبار المخاطب فالآيات التي تشتمل على نداء الإيمان يجعلونها مدنية والآيات التي يأتي فيها الخطاب عاما أو يخاطب الكفار أو يخاطب بني آدم جملة فيجعلونها مكية في الغالب وهذه المعرفة للمكي والمدني يتفق العلماء بأنها ينبغي أن تبنى ويكون مدارها الرواية الصحيح وذكرنا في المكي وخصائصه نماذج لذلك من ذلك قول عبد الله بن مسعود وقول سيدنا عمر وغيرهما ممن كانوا يحدثون من بعدهم بأن هذه الآية نزلت في هذا المكان أو في مكان آخر ولي المدنية خصائص من مجملها خصائص لفظية أنها تتعلق بنداء الإيمان يا أيها الذين آمنوا في غالبها وهناك خصائص موضوعية تختلف عن القرآن المكي فلئن كان المكي يعالج مسألة العقيدة والصدود الكفار والتعريفة بقدرة الله تبارك وتعالى وغيرها من الأمور فلي القرآن المدني خصائص في موضوعاته من جملتها أنه يتعرض لذكر الحدود الشرعية والفرائض التي تنظم حياة المسلم كما يتعرض القرآن المدني في موضوعاته إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر بالجهاد والإذن به والحديث عن أحكامه وغير ذلك ومن جملة ما يتعرض له القرآن المدني أيضا ذكر حال المنافقين وبيان أحوالهم وكشف مؤامراتهم ودسائسهم ومن جملة ما يتعرض له أيضا البحث في شؤون الحكم الإسلامي وما يحيط بذلك من شورى وعدل وغيرها من الأمور فهذه الخصائص التي جعلها الله تبارك وتعالى في القرآن المدني ليتفرق عن المكي وفوائد معرفته كثيرة هي عين تلك الفوائد التي نعرف من خلالها المكي والمدني فمن تلك الفوائد أننا نعرف الناسخة والمنسوخة من آيات الله تبارك وتعالى فنأخذ بالناسخ أي الحكم الأخير أو الآية الأخيرة التي نزلت لأن مدار الحكم عليها وإيضا تثبيت فؤاد المؤمن أن ما نزل إنما هو من عند الله تبارك وتعالى فنعرف مصدر نزوله ومكان نزوله ومن عاصر تلك الآية ومن أخبر عنها ليزداد إيمان المؤمن إيمانا فوق إيمان وكذلك من فوائده التدرج في الأحكام الشرعية وكيف تدرج القرآن فيها لنتعلم كيف نتدرج في تعليم أحكام شرع الله تبارك وتعالى وإيضا يستفيد المفسر والمتدبر والفقيه المستنبط لآيات الله تبارك وتعالى يستفيد من هذه المعرفة المكية والمدنية ليرتب على ذلك الأحكام التي يستنبطها واتفق العلماء على أن الصور المدنية عشرون صورة باتفاق ويعدون تسعة آيات تسعة صور مختلف فيها والمتفق فيه من الصور المدنية نذكره بعجالة هي صورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والنور والأحزاب وصورة محمد وصورة الفتح والحجرات والحديد والمجادلة والمجادلة والحشر والممتحنة والممتحنة أيضا والجمعة والمنافقون والطلاق والتحريم وصورة النصر وأما الصور المختلف فيها بين مكي ومدني فهي تسع صور الفاتحة صورة الرعد والرحمن والصف والتغابن والمطففون والقدر والبينة والزلزلة والإخلاص والمعوذتين وباقي الصور 82 صورة فهي مكية باتفاق فعلينا أن نعرف هاته العلوم التي تحيط بقرآننا لنقرأه على بينة من أمرنا فلعلنا نحشر في القراء الذين جعل لهم الله تبارك وتعالى مكانة عالية حين قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فاللهم اجعلنا منهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر